قطاع الاتصالات في فرنسا عدنا لنسمع من جديد عن الاستحواذات والاندمجات وفي آخر تطورات هذا القطاع طبعا شركة ألتس والتي كنا قد شاهدنا عرض من شركة نيومريكابل وSFR وطبعا تابعين لشركة ألتس وهي شركة الأوم للاستحواذ على ويغ بعشرة مليارات يورو نقضا وطبعا التنويل سيكون عبر البنوك جي بي مورغن وأيضا بي ام بي باري با ولكن التساؤل الأكبر هل سيمر هذا العرض وهل سيتم الاستحواذ على هذه الشركة لأن هناك عوائق كثيرة على كل عروض الاستحواذ لويغ كانت أولا تقييمات المحادلين لقيمة هذه الشركة هي ما بين الخمسة وستة مليار ونصف تقريبا وبطبيعة الحال شاهدنا العام الماضي عروض من أورنج على سبيل المثال وهو أكبر مشاغل في فرنسا بحوالي خمسة مليارات يورو ولكن لم يتم النجاح في هذا العرض شاهدنا أيضا عرض منذ فقط بضعة أشهر في نهاية العام الماضي كذلك الأمر من شركة ألتس للاستحواذ على كذلك الأمر على أبويغ في قيمة قدرها خمسة مليار يورو وأيضا لم يتم الموافقة عليها لأنها كانت تعتبر أنها أقل من قيمة العادلة لأبويغ ولكن هل الرقم عشر مليار سيغير من هذه المعادلة؟ طبعا العرض الحالي هو عشر مليار من شركة ألتس للاستحواذ على أبويغ على كل هناك بعض العقبات كما ذكرنا العقبات بداية في مجلس الإدارة ما بين أبويغ وشركة الأم كنا قد شاهدنا إعلان العام الماضي الشركة ليست للبيع هذا قرار مجلس الإدارة ولكن من نهاية أن مصلحة المستثمرين في هذه الشركة هي قد تكون الأهم ولكن قد نشهد بعض المعارضات من مجلس الإدارة الحكومة الفرنسية أيضا قد لا توافق على هذا الاستحواذ بسبب ذكرنا بأن هناك فقط أربع شركات ومع هذا الاستحواذ قد نشهد فقط ثلاث شركات وهذا مما يخفف المنافسة في السوق وبالتالي تصبح أشبه بما يسمى فئة المنقبل لذلك قد نشهد أيضا معارضة من الحكومة الفرنسية على هذه الصفقة لأنه سنشهد أيضا اقتطاع الكثير من الوظائف نتيجة إعادة هيكلة الشركة ضعف المنافسة طبعا والاحتكار هو أحد الأسباب التي ذكرناها والتي ستعارض فيها الحكومة الفرنسية كذلك جميع الصفقات التنسية جاءت عن طريق الديون لو لاحظنا فقط معادلات بسيطة في شركة ألتس نلاحظ بأن قيمة الدين للابيدة هي عندها حوالي أربع مرات مما يعني من هناك الكثير من الديون لهذه الشركة حتى معظم عملية الاستحواذ التي قامت فيها في السابق كانت في الدين الحكومة الفرنسية طبعا قد تعارض عن هذا الموضوع يعني لأنه جميع هذه الصفقات هي في الدين على كل آخر استحواذات ألتس كانت SFR كما ذكرنا بأنها الآن أصبحت اسم الشركة نيومريكبل وSFR كانت قيمة هذه القيمة كانت كبيرة 23 مليار يورو وأيضا معظم هذه الأموال كانت جاءت في الدين للاستحواذ على SFR شاهدنا أيضا استحواذات أخرى وكانت لPT ب7 مليار و400 مليون يورو وأيضا معظم هذه الأموال جاءت في الدين لذلك نلاحظ بأن الدين هو كبير لنسبة لهذه الشركة وحتى Southern Link ولكن 8 مليار يورو ولكن لو نظرنا إلى أرباح الشركة فهي سريعة ولذلك نشاهد نمو واضح في أرباح ألتس قد يخفض من احتمالات أو من نسبة الدين للأرباح أو نسبة الدين للكاشي فلوس كل هذه المعادلات قد نشهدها تتحسن في الفترات القادمة لذلك عندما سمعنا عن هذه الصفقة شاهدنا سهم ألتس يتحرك صعودا بأكثر من 20% تقريبا 24% مستويات 131 يورو ومستويات كانت قبل النبأ عن الاستحواذ كانت التدورات عند مستويات حوالي 114